هذا الشابتر الرابع هو أول شابتر في إيمين وهو رح تأخذه بشكل مفصل لكن هون رح نعطي خطوط عريضة وهذا شوي طويل اليوم فبدأ شوي تنفس ترداشن تو موليكولير سيمتري موليكولير سيمتري اللي هو التماثل الجزي يعني أنك تطلع على الجزي وتقدر يعني تشبهه أو توصفه السيمتري is important لأنها على مستوى الموليكولير على مستوى الجزيئات within crystalline system على مستوى الكريستال ودراسة الكستال من والبونت تقرب تبعه discussion of molecular electroscopy ومناقشة الأطياف الجزيئية calculation of molecular properties وحساب الخواص الجزيئية molecular symmetry properties are not the same in both of them يعني هذا مركب وهذا مركب يقول لك هذا البورون عنده floor 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 الزوايا كلها 120 وهو trigonal planner مسطح هذا المركب بورون floor floor وغيرنا الزوايا الثالثة بهايدروجين فأصبحت الزاوية هون 121 هنا 121 هنا بيقول لك هذا المركب يختلف عن هذا المركب إذن بالتماثل في هذا المركب راح نشوف إن شاء الله كعاله راح يختلف كليا على هذا التماثل طيب إذن molecular symmetric properties خواص التماثل الجزيئية are not the same in both structure the descriptor is symmetrical implies that a special process number of indistinguishable configuration يعني عشان يكون تماثل معتبر لازم يطيني مركب عدد من المركبات لا يمكن تمييزه عن الأصل إذن توزيع لا يمكن تمييزه عن الأصل يعني إنك أنت هذا المركب مثلا تعمل عليه تدوير بحيث تجيب الفلور هاي هون والفلور هاي بتروح هون والفلور هاي بتروح هون المركب الناتج من عملية التدوير لا يختلف عن الأصل هذا معنى indistinguishable configurations هذا الموضوع يتبع عنوان كبير جدا اللي هو group theory وهي مادة مستقلة في الماجستير group theory تاخذوها بالشكل الكامل هي عبارة عن mathematical treatment of symmetry هي عبارة عن دراسة نظرية أو رياضية لعمليات التماثل the fundamental language of group theory والgroup theory راح يشمل أربع شيئا مهمة جدا symmetry operation symmetry element point group character table هذه الأشياء ما راح نأخذها هذا الفصل أو هذه المحاضرة اليوم راح نأخذ فقط فقط جزء وليس كل symmetry element هذا الموقع راح نرجع له بعد شوي ان شاء الله طيب symmetry element and symmetry operation عناصر التماثل وعمليات التماثل symmetry element ناصر التماثل هي عبارة عن point line plane that the symmetry operation is carried out within it هي عبارة عن نقطة أو خط أو مستوى نعمل عليه عملية التماثل طبعا ما توضح إلا بأمثلها الpoint تسمى الpoint تسمى inversion نقطة نكاس الline يسمى انفولد أكسس والبلاينز تسمى أو ينتج عنها الreflection symmetry operation is an operation performed on the object هي العملية التي يتم إنجازها على جسم ما أو مركب ما which leaves it واللي تتركه بعد هذه العملية in configuration بتمثيل أو بشكل that is indistinguishable from the original configuration زي ما حكينا قبل شوي بعد ما عمنا عملية التدوير حصلنا على مركب جديد يشبه المركب الأصلي ولا يمكن تمييزه بسهولة and superimpossible on it وينطبق كصورة مرأة يعني superimpossible ينطبق كصورة مرأة على هذا المركب بشكل كامل وهي مصطلحات جافة جدا ولا يمكن نفهمها إلا بأمثل نبدأ هذا المركب اللي قبل شوي لو أعطينا علامة لهذا الفلور بخط تحته وبدأنا نعمل C31 إيش يعني C31 إنه أنا الدائرة كاملة 360 درجة شايفين بدي أسمها على ثلاث حركات حركة الأولى 120 درجة حركة الثانية 120 درجة حركة الثالثة 120 درجة يرجع زي ما كان لأن أول حركة لأن أول حركة 120 عندك نطلق عليها محور الدوران ثلاثة C3 ليش؟ نأخذ 360 ونقسمها على 120 يطلب معي ثلاثة لكن لو إحنا مثلا كان هذا الفلور بدي أدوره هون زاوية 90 درجة ها هاي نحطها قائمة مش عارف حتحكم بالماوس هاي الزاوية 90 درجة رح نقول والله 360 على 90 تطلع أربع إذن هون رح يكون في عندي اسمه C4 إذن هذا المركب في C3 للمرة الأولى اللي هي من هون له رح يجي لفلور هذا هون وقلنا لا إن كنت ميزه إلا بخط فهو يشبه تماما للأصل لو بدي أدوره أحرك هذا الفلور إلى هاي الجا من هون إلى هون بسميها C3 يعني C3 الثانية وين رح يروح هذا الفلور رح يروح في هذا المكان هيك هي لو بدي أدوره C3 ثالثة بسميها C33 وC33 تسمى Identity طيب إذن لما أعمل C3 3 هذه الفلورة وين رح تروح رح تروح هون طيب فش تأرسم هون رابعة هي نفسها هاي عشان يرجع لك السهم لهم فCNN هاي CMN هاي تساوي هاي يحفظها من اليوم CMN تساوي Identity والIdentity التماثل والIdentity هي أنك تلف المركب حوالين محوراً يزاوي 360 درجة ويسموها E أو Identity فمثلاً هذا المركب لما يكون مثلاً Beryllium CL4 مثلاً أو مثلاً CH4 هذا متى أحصل على Identity لما أقول C4 4 C4 4 لو كان عندي حلاقة خماسية بهذا الشكل أقول هذا يحصل عليه لما C5 5 إذن الIdentity CMN كل عملية دوران يعني أنا لما حركت الأفها إلى هون هاي العملية تسمى Operation تسمى Operation Each rotation is an example of a symmetry إذن عملية التماثل هي هون عملية التدوير عملية تدوير المركب بزاوية مقدارها 120 درجة أما لما أحكي C3 فقط مش C3 1 أقول والله هذا هو symmetry L طيب Proper rotation وهو اللي كنا نحكي عنه Symmetry Operation of Infold Axis of Symmetry هو عملية تماثل حول مستوى معين أو خط معين من خطوة التماثل The symmetry element is denoted by symbol C Then Symmetry element تاع ال proper rotation راح من الرمز بالرمز C N زي ما شكنا قبل شوي In which the angle of rotation is زاوية الدوران 360 على N أو 360 على الزاوية هيطلع معي قديش هو N فقبل شوي مثلا كانت C3 لماذا فينا الزاوية 120 صح؟ ذلك لو قلنا 360 على ثلاث تساوي 120 أو لو قلنا 360 على 120 راح تطلع معنا N اللي هي تساوي أنصر التدوير طيب إذن لو نقول C2 راح تكون تمثل زاوية مقدارها 180 درجة لو قلنا C3 120 درجة C4 90 وهكا معنا الحد C8 طيب مثال هذا ال BF3 اللي شفنا قبل شوي هذا هو البروناة صورة علوية يعني جايه فوق المركب هو عبارة المثلث زي من شايفين المثلث مسطح مركزه هو ذرة البرون الزواية 120 متساوي لأن ثلاث ذرات متشابهة إذن هذا في C3 عمودي من هون يعني أنا أحط إبرة هون ووقف على سطح هذا الذرة راح ألف هالذرة هون وهذه الذرة راح تجي هون وهذه ذرة راح تجي هون إذن هنا C3 وهو عمودي على الذرة اللي إحنا شايفين ها كنتين C3 زي ما قلنا and 3 fold C2 axis each coincide with people ويقول لي كمان في عندي ثلاث 2 fold أو C2 إيش هم ثلاث لأن هذا الخط هيك لو مشينا مع الرابطة راح لف هاي يقلب وقلب كامل ولف هاي مش ميشين يقلب مركب لف كاملة راح تجي هون إذن إذا أنا جبت هاي هون وهاي الذرة بعثت هون أنا حرقت 180 درج لأن بدي مش ألف المركب أنا ماشي مع سطح المركب ماشي على الورقة لأن هذا الخط على الورقة إذي بدي أقلب هاي من فوق الورقة ورجع حطها هون وبالتالي راح تعطيني C2 وكمان في عندي C2 من هون وكمان في عندي C2 من هون وبالتالي صار عندي 3C2 ورح فرشيك بيها من خلال الموقع ب3D dimension هاي هاي Cn C3 هاي الأسوال C2 وهاي الأسوال C2 وهاي الأسوال C2 غير نوات the highest value of N أكبر كيمة لأن هذا C3 هذا C2 تسمى principal access لنصر الدوران الرئيسي وإذلك C3 هي principal access في هذا المثال مثال آخر XEF4 XEF4 is square planner طبعا هون تظهر أهمية ال-N1 إنه أنت أخذنا كيف نرسم هذا المركب وكيف نطلع total valence electron كيف نوزع ال-Electron ونطلع lewee structure ونحسب formal charge وننرسم valence electron variable and theory ونرسم إيش هو الشكل المناسب لهذا ال-Structure بنرسم الآن عبارة عن square planner بهذا الشكل إذا رسمت صح رح تطلع symmetry element صح إذا رسمته غلط رح تطلع symmetry element غلط والsymmetry هذا في C4 هاي عمودي على هذا المرات في index C2 جاي مع هاي الروابق في index C2 جاي مع هاي الروابق في index C2 بين الروابق index C2 بين الروابق هنا فيش C2 به العدد هاي عمودي وعن عندي C4 حكي حكي لأن هاي زال 90 90 90 90 90 وذلك الشكل مهم جدا تحديد إذا نرجع xc4 هو square planner principal access is C4 وعندي C2 4C2 coincide with bond and between angles يعني ماشي مع الروابق وبين الروابق when molecule contain more than 1 CN they are distinguishable by using prime يعني هل هذا C2 مثل هذا C2 لا يعني هذا C2 يشبه هذا C2 نحكي عن C2 لكن هل هذا C2 يشبه لا هذا ينصف زائر هذا ماشي مع رابط فنحكي عن هذا مثلا C2 prime هذا نحكي عنه C2 double prime فعندك C2 هذا دائما C2 ماشي مع C يعني الآن هذا عندي C4 الأربع هذا زوجي إذن مصها دائما هو C2 مثلا C6 رح تلاقي مع C3 ماشي مع C8 رح تلاقي معه C4 وC2 ماشي معه C5 ماشي مع C4 رح تلاقي ماشي مع C4 يعني C4 إيش هم C4 إنه أنا أجيب هاي الرابط هون طب لو جبت هون هاي 180 درجة إذن أيضاً مع السي فور في سيتو عاموتي فهذا المراكب راح تلاقي فيه ثلاثة سيتو سيتو برايم ماشي مع الروابط و سيتو دابل برايم ماشي بين الروابط و جايب ليها هون ولا قبل الرفليكشن خلينا روح أفرجيكم هذا الروابط على الموقع اللي أنا حاطه في البداية خالص من فضح الطرن كالي يبدو أنه راح من عندكم باربون بحطو لكم أيها هذا هو الموقع يريد الكل يتدرب عليه بالإجازة لأساس التفاصل اللي بعده سواء الصيفي أو الأول بتكون متمكن من السمتريا طيب في عندي هنا حسب البوينتو غروب في عندي هنا حسب الموليكوير طائب في عندي ألفة باتيكال حسب حرفة الأبجدية في عندي حسب النمبر وفعتهم خلينا نشوف موليكوير هل هو كوردينيشن كومبان ولا أورغانيك ولا إن أورغانيك خلينا نشوف اللي إن أورغانيك نأخذ اللي هي المركب اللي أخذناه قبل شوي هذا المركب هاي المثلث مسطح تقدر أنت تكويس على الفراغ هنا وتتحرك المركب زي ما بده بهذا الشكل تمام؟ الآن جنبه هنا هتلاقي فيه قائمة يحط لي إيش فيها Symmetry Elements إيش؟ عندي Symmetry Information تقدر تأخذ معلومات كافية من هون وعندي Operations عمليات التماثل هون أحطي Symmetry هون بيقول لك أنت عملتك وعمرنا من بعدين طيب الآن في عندي C3 في هذا المركب وفي عندي C2 هذه الباقيات خلوه خلينا نشوف C3 لعندي C3 Rotation لعندي C3 Minus 1 خلينا نشوف C3 Rotation ماكسمائي وين C3؟ بدك تشوف C3 بدك تشوف الخط الوهمي اللي حوله يلف الموليكيول هذا معنى C Rotation Proprietation خط وهمي يمر في المركب يلف حوالي المركب بحيث نحصل على Indistinguishable Configuration عن النقص وبالتالي إذا بدك تشوف هذا الخط الوهمي حتك هنا على هذا المربع هتلاقي هاي الخط هما شايفينه لما أنا قبل شوي كنت رسمناه كنت أقول لكم هاي نقطة هو نقطة هيك نعم لكن إذا حرك المركب هذا الشكل اللي واحده هو خط طيب أقول له أعمل لي دورة C3 معنته مع عكس أقرب الساعة هيك C3 لاحبة شو عمل أخذ هاي حطها وأخذ هاي حطها هناك يعني لاحبة الزاوية هونه مية وعشرين درجة لما أوقف عمودي أنا هيك الزاوية مية وعشرين درجة فعل طبعا هيك لحدهم هاي ظلك أعمل للصبح بتفاريها هاي مية وعشرين درجة هذا الشكل لف المركب هيك ها وقل له أعمل لي تدوير هتلاقي لف هاي اللف المركب هيك وقل له أعمل لي تدوير عشان تقتم هي عشان مخك يستوعب أنه فيه إشي اسمه محور دوران فهذا محور الدوران ها لاحظوا من اليسار أو عكس أقارب الساعة C3-1 هذه ما حكناش عنها مع أقارب الساعة تكون بهذا الشكل دائما مبدا كل سيديان وليس فأي الآن جمعها من هذا الساهم أو فردم هذا الساهم تمام؟ الآن بدي أروع على C2 في هذا المركب C2 في عنده ثلاثة أحكي هاي طلع C2 عندي ثلاثة بدي أعمل تك شوف وين هو C2 هاي C2 هذا هو ماشي مع الرابطة ماشي مع الرابطة طب كيف 180 درجة أنا أقول لك هاي شوفوا أنا بدي أوقف عمودي على C2 عشان أقتنع عشان أقتنع بإنه 180 درجة لاحظ إنه لهم لكن إذا عملتوا هيك إذا عملتوا هيك هاي زي ما عملنا على الورق هتحسن 120 لاحظ تحسن 120 درجة فقط يعني كانت حرق من هنا يا جماعة لاحظوا الفرق ما بين 120 و 180 هاي 120 نحو اللي جاية مع C3 هاي هي 120 لكن هاي هي 180 لاحظوا طلع فوق الورقة ورجع فهاي انت ما توضح إلا إذا حطيت حالك عمودي على C2 بهذا الشكل لاحظ هاي 120 درجة لاحظ مئة وثمانين درجة إذن هاي هي 120 وهاي هي 180 درجة ممكن تكون أوضحك هاي 120 درجة وهاي 180 درجة فبالتالي بدي يكون عندك ها بديك تمسك الخط الوهمي في إيدك وتلف حواليه إذا أنت مسكت السيتومعة بديك تحطه عمودي عليك هيك وتبدأ تلف الموليكيون راح تلاقي حاليا بديك تجيب هاي هون وهذا بديك تجيبها هون وهذا يتذرر في مكانها أو هاي الرابط في مكانها لاحظوا ها تأل كمان مرة هيك آها تمام ذلك ننتبه لهاي القضية كم C3 عنده عنده 3 C2 عنده 3C2 هذا C2 وده واحد تمام وهذا الثاني مع الرابط الثاني وهذا الثالث مع الرابط الثالث اوتي اسمع كل رابط علي厚 هذا الرابط ولاه هاي الخط علي هاي الرابط هاي الخط علي هذه الرابطة هي القطارية هذا موقع لأحدى الجامعات الأجنبية مهم جداً الموقع أمر روتشن هون رح تلاقي هاي مع هاي أمر روتشن هون رح تلاقي هاي مع هاي أمر روتشن هون رح تلاقي هاي مع هاي إذن عندك ثلاث احتمالات وغالباً غالباً وش دايماً عندي مثلاً سي ثري هتلاقي ثري سي تو عمود علي عندك سي فور هتلاقي فور سي تو عمود علي عندك سي فا هي تلاقي فايف سي تو عمود علي وهكا واضح يا جماعة إذن هذول هنا Symmetry Proper Rotation Access وبدنا ننتقل لل Reflection الآن بدي أرجع على الPowerPoint وبعدين أرجع كل هون إذن خذنا Proper Rotation خذنا التطبيق عليها الآن نأخذ Reflection وإنفيرجنس 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 فقط هذو هم الأناظر رس طيب Reflection هي مهمة جدا يقول لي Reflection Throw A Plane إحنا هنا كنا نحكي عن خط هون بنحكي عن مستوى المستوى يعني أنت بدل ما كنت حط أصبع واحد وتلف المركب عليه لأن بدك تحط إيدك كاملة في وسط المركب أو مع المركب بتلفه الآن لاحظوا المستوى كيف عبارة عن دائرة كاملة حطيناها في نص الموليكيول قسمة نصين أو مشيت مع الموليكيول بهذا الشكل ها هتلاقي هنا قسمة كل ذرة في مكانها إذن Reflection Throw Plane في Symmetry أو ما يسمى Mirror Plane يعني بدك تخيل أنه هذا الدائرة عبارة عن مرأة رح تشوف هاي الظرة جوتها صح؟ وبالتالي إذا طلعت من هنا أو لو طلعت من الناحية الثانية رح تشوف هاي الظرة في مكان هاي الظرة وكأنه هاي صورة لهاي هو نفس النظام لو حقيت المرأة عليها كل ذرة رح تلاقي صورتها داخلها تمام؟ يعني حط أي جسم على المرأة رح تلاقي هذا الجسم له صورة ملاسقة له في المرأة إذن Plane Symmetry ما هو Plane Symmetry هو Plane Produce Plane هو مستوى وليس خط هو مستوى زي ما نشايفين هون وليسا ينتج مركبين لا يمكن تمييزهم عن الأصل Indistinguishable Configuration ونreflect the Molecule لما نحكس المolecule Symmetry Operation is one reflection while Symmetry Element is the Mirror Plane المرأة نفسها اسمها Symmetry Element لكن إذا عمنا لفه دوران هيك بنسميها Symmetry Operation طبعاً في عندك مرأة عمودية مع C2 هذا C2 ضروري يكون ظاهر هذا المركب فيه Sy2 طبعاً ليه؟ لأنه هاي بتجي هون 180 درجة والS2 من فوق ها السفر شيء فيه عنها إذا إذا أجد صورة المرأة معه مع السي2 تسميها Sigma V إذا كانت عمودية على السي2 بهذا الشكل وهذا المركب ما فيه تسميها Sigma H فالSigma V Plane Contain شو مع Contains مش يحتوي هنا متماشي أو Concide مع Principle Axis يعني Parallel مع Principle Axis Sometime Bond Ax A to x N Bend شيء ومرات يكون بهذا الشكل طبعاً عندي نوعين إذا نصف زاوية بسميه Sigma V وإذا مشى مع الروابط أسميه Sigma V Prime اللي هو Plane In which the molecule lies يعني اللي ماشي مع جزيئات الموليكيول مش ينصف الموليكيول إلى نصفين متماثلة هاي أمثلة عليه هذا C4 قال لك نقطة على هذا المركب زي ما شفنا هناك إذا C4 هون في عندي هاي المرأة تمشي مع هاي الرابطة وهاي الرابطة وهاي هاي هاي صورتها جوة فهذه Sigma V اسمها A plane Contain the Principal Access وممكن يكون Sigma V الآخر هيك بحيث أنه هاي صورتها هاي وبعد ثلاثة على المركب فإذا كانت المرأة تشمل كل الموليكيول لأنه هذا مسطح Square Planner يعني مربع مسطح يعني عن الورقة فلو جبنا المرأة حطناها فوق كاملة رح تلاقي كل المركب وكل ذرة صورته وين على المرأة بنفس المكان طيب هذه المرأة عمودية على Cn هذا Cn حكينا C4 من هنا صح؟ وبالتالي تسمى Horizontal سموها Sigma H Plane Lie Perpendicular على Cn يعني Horizontal مع المرأة Cn إذا نصفت هذه الزاوية وهذه الزاوية متقابلات بالرأة سموها Dihydron Sigma D اللي هي Plane Which Contains The Principle Rotation Access ما عايش ما عايش مع Principle Rotation Access لأن هذه العمودية على المركب But Which Bicex تنصف الانجل between two adjacent two phone بين يعني زالتين متجاورتين متقابلتين بالرأس رح نشوف إن شاء الله في الموقع بعد شوي أوكي بعلها شمع Inverience Inter نقط نعكاس خلينا من نعكاس هيا نروح نشوف الان رجعنا للموقع بدي أنا أشيل كل هذول الثلاث على أساس يعني تكون أوضح أنا فقط يهمني Principle Rotation Access شوفنا أن هذا المركب في C2 في C3 وقلنا اللي أعلى اللي أعلى N هو يا شي جماعة هو Principle Rotation Access CN في هذا الموليكيول C3 لما أجي بدي أطلع Reflection بخلي فقط بخلي فقط Principle Rotation Access طيب هذا هو Principle Rotation Access في عندك سجما H هذا الموليكيول هذا الموليكيول لاحظه اللي هو H هذا بورون هذا H وهذا H شوف صورة المراعة عمودية تماما على مين على C3 يعني لاحظه إذا طلعنا هيك رح تلاقي في ظل وراه فهاي كأنها قسمة حموصين يعني هذا الطرف ظل وهذا الطرف وهذا الطرف ظل وهذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف وبالتالي كأنها قسمة طلعنا هيك جزء الظل هنا أكثر واضح إنها نصفت هذا البوند وهذا الذر وبالتالي هذه مرأة جاية على سطح الموليكيول كامل وعامودية على CN لذلك سمناها Sigma H إما Reflection نحن تلاقيها نعمل Sigma V على هذا الموليكيول ننسى الآس هاي بعدين نرجع لها Sigma V كام Sigma V وحكينا V Vertical مع مين مع Principle Ration X هيكون عندي ثلاثة Sigma V كيف ثلاثة Sigma V ركسوا الآن أنا بدي أشيل Sigma H عشان أشوف هذا عندي C3 في عندي أحط مستوى هون هيك 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 بتبين هاي صوتها هاي طلع أو بنحط مرآة هون أو مرآة هون طبعا ثلاثة مراية عندك هنا ثلاثة Sigma V بنشوف واحد منهم هاي شفين جماعة ماشية مع مين مع C3 وتنصف هاي السعب طلع هون يعني هاي لما نطلع هيك هاي هي صورتها طب لو نطلعت من ناحية الثانية كمان هاي هي صورتها طب لو نطلع هاي هاي منصف هذك الطرف هو داخل المرآة وهذا الطرف هو خارج المرآة وماشي هاي المرآة مع مين مع Principle Rotation طلع كيف ولا تميزا Principle Rotation Access لو قلت لعمل رفلكت هذو بتجيب هاي الصورة محل هاي الصورة زي كأنك تعمل C زي كأنك تعمل C2 لكن هون فقط صورة مرآة طلع طلعنا ها طلعنا لها هيك مش تبين كثير يعني مش دوران يعني مش إنها والله زي C3 بتلف أو زي C2 بتقلب ولا طلع ها هاي بتروح محلها فقط طلع كيف فقط تبادل فقط صورة مرآة وبالتالي هاي مهمة جدا لاحظ لاحظ كيف إذن هذي Sigma B لو حبينا نأخذ الثانية معها تجي هاي طلعنا خلينا شير هاي ما لش هاي Sigma B الثانية هاي بتجي محلها هاي طلع هاي كالجزء أوضح هاي حشان ما تفكر ها C2 ها فقط انعكاس حشان يسمى رفليكشن و Sigma B الثالثة رح تكون هيك برضو هاي تناكس هاي هيك وحبينا نحط هم الثلاثة مع بعض لاحظ الثلاثة عموديات على C3 الثلاثة يعني أسري محشيات مع C3 لو حبيت تحط معهم Sigma H هاي هتلاقي ها عمودية لهم منظر جميل جدا بس بدح تتخيل في دماغ هاي محشيات هاي هاي الحمراء هي Sigma H وهي عمودية على C3 زي متشايفين والثلاثة هذول 3 Sigma V شمال هم محشيات مع C3 عشان هذي سميناها V Vertical هذي سميناها H Horizontal اوكي اذا الى الان خلينا نرجع ل Powerpoint اتمنى المحصورة تكون مضحة بالنسبة ل Reflection Invergence center اللي نقطة Linear Cass هي Reflection Throw Center of Symmetry هي زي صورة المرأة بس بدها من جميع الاتجاهات Center of Symmetry أو Center of Inversion ورمزها Eye ورمزها Eye وهي Center where the reflection of all parts جميع يعني انعكاس جميع أجزاء الموليكيول Throw it يعطينا Indistinguishable configuration فمثلا هذا المركب لو وقفت هون هاي انعكاس هون ومن فيش غير هوا منتاري فيه Inversion Center هاي لحظ هاي هاي يعني هذا الجزء الى Inversion هون بحيث هاي تنعكس على هاي الذرة وهاي الذرة بتنعكس على هاي الذرة يعني ايش هاي بتنعكس يعني لو جبت هاي حطيتها هون وهاي حطيتها مكانها ولكن نكس وهاي الذرة تنعكس على هاي الذرة وهاي الذرة تنعكس على هاي الذرة إذن هون فيه Inversion لكن هون ما فيه ليه لانه هاي انعكاس ها رح يجي هون هاي الجه وهاي انعكاس رح يكون بهذا الاتجاه لكن تبه هذا مثلا لاحظ البنزين هون سريع نزيل هون Inversion Center في المص حيث هذه الذرة يحل هذه الذرة وهذه الذرة محل هذه الذرة وهذه ذرة محل هذه الذرة هون مفيش انعكاس هون هاي انعكاس هون وهذه انعكاس هون وهذا الحكم مش موجود لو قلنا هاي كما لو جدينا بالنص هاي نقطة انعكاس هاي الزرقة نقطة انعكاس الزرقة لكن هاي ونعكسة هي الزرقة 했ة هناك أحتاج هك live وأنه خ Länder تحتاجه بهذا الشكل هذا الرابط قبل . وبالتالي فقط عند Sinvergence alguien هذا هو injuries Knowledge نريد تحكز جميع أجزاء حولها بشكل متمادل الـ identity اللي حكينا عنها اللي هي جميع أجزاء الدنيا فيها identity كل إشي في الدنيا فيه E وهو عبارة عن 63 درجة دوران حول الضران المركزية هاو دو راتيشن اكليس عند الـ planar symmetry in cis and trans بيقول لك عندي مركب N2 F2 طبعا N2 عبارة عن N double bond N هاي double bond كاملة هاي ترون FF هذا الشكل cis رح تلاقي انه فيه C2 يعني انه هاي الـ F تجي هم 180 درجة تطلع فوق الورقة وتروح تنزل وهي تنزل من تحت الورقة وتجي مكانها وبالتالي يصار عنده C2 تمام هاي هاي الترانس structure الـ C2 تاعها مش مع الرابط C2 تاعها عامودي على الرابط وبالتالي هاي الـ F تجي هناك وهي الـ F تجي هون فيها C2 إذا نضعي الـ E apply to each هذا في E وهذا في E لا هذا في Sigma H Sigma V3 يعني مرأة جاية مع الـ C2 هذا الـ C2 حكينا والمرأة جاية معه عامودي يعني بحيث هاي الظرة صورتها هاي الظرة وهذا الفلور صورتها هاي الفلور إذا هذا Sigma V أصبح لكن هون لو حطينا Sigma V هاي رح تكون صورتها هون بالتالي ما في Sigma V في هذا الموليكيول في Sigma H Symmetri Plane Symmetri Plane contain Molecule Framework are labeled Sigma V Prime ويقول لك المرأة اللي تمشي مع كل الموليكيول سيسميها Sigma V إذا هاي اللي ماشي مع الرابع Sigma V و اللي ماشي مع الموليكيول كله بسميها Prime هنا لا تحتوي Sigma V لا تحتوي Sigma V لكنها تحتوي على Sigma H وين Sigma H؟ طبعا هذا عامودي Sigma H هايها تشمل كول للموليكيول وعاموديه على C2 إذا فيها Sigma H وبالتالي من هون نعرف إنه الجيومتري تاعت الموليكيول تحدد خواصه فيما بعد طبعا هذا المراكب خواصه تختلف عن هذا المراكب زي ما أنتوا شايفين وبالتالي تطبيقاته راح تختلف بده اوصل له هاي Reflection Access وهذا آخر Symmetri Element معنا نضع هنا Symmetri Element بعدين ندخل في Symmetri Operations Reflection Access مع شوي طويلة المحاضرة لكن يعني خلص تقريبا رمزها SN احفظوها Reflection Access Reflection Mesh Point ولا Reflection Plane ولا Reflection Line Reflection Access رمزها SN وهي مارعا CN يتبعها Sigma H يعني إذا عملنا تدوير للمركب وقلبنا على المرأة تاعته أعطانا نفس المركب الأصلي بحكي إنه هذا الموليكيول فيه SN ومبربروتاتيشن أكسس إذا اسم آخر إذا Reflection Access أو إمبربروتاتيشن أكسس لا يمكن لا يمكن أبدا فهمه إلا بمثال خلص نحيك خلي هذا المثال ونشوفه وين نشوفه على الموقع ثاني قبل شوي نشوف آمونيا مثلا سريع بعدين نذهب على المثال اخترت الأمونيا وجدتني رسمة الأمونيا هذه هي رسمة الأمونيا اللي انتم معتدين عليها N وحرم ثلاثية زي ما احنا شايفين ايش فيه فيه فقط هذول العنصرين اللي هما C3 وعكس طبعا C3 أحسن هذه C3 بدي لفت هاي الظرة هون هاي الظرة هون هاي الظرة هون يعني أو هاي الظرة تجيه هون وهي الظرة تجيه هون وهي والذرة تجيه هون وكلتالي عمله ورفلكت لاخرهاEn usu هاي اجد هون طب خلينا ثابع ها هي طب خلينا تابع هوا هاي Open مئة وعشرين درجة令 وظيفين مئة وعشرين درجة 7 الأمور فيه ثلاث سجما فيه فيه однойس علاج سجما فيه جاية هيك يعني تنصف هذه الزاوية هذه الزاوية تنصفها تمام أو تنصف هذه الزاوية أو تنصف هذه الزاوية يصار عندك هذا السيجما بي الأولى وهي الروتاشن تابعة حد وفيها كمان سيجما بي ثانية توقعوها قبل مضل لها هتكون هون أو هون أنا ماشي مع السي ثري عشان يكسميها ذي ارتكل هاي سيجما بي الثانية بهذا الشكل وهي سيجما بي الثالثة بهذا الشكل ما فيهوش سيجما إتش ليش لأنه مش مسطح يعني لو حطينا سيجما إتش لو حطينا سيجما هون هيك هاي نازلة تحت صورتها لازم تكون طالعة لفوق وبالتالي ما رح تكون متماثلة مع الأصل اللي هي نازلة تحت بما أنها أعطت صورة أنه هاي الرابطة ها رح تطلع لأعلى معناته هادي ما فيهاش سيجما إتش هاي فقط فيها سيجما فيه خلينا نختار الورغانيك سبيش هزي هو ميثان بس أشان فريق فريقه البرابة راتيشن أكسس بلاح نشوف البنزين بس مالش بنزين هذه البنزين بدأ دوره على الانفيرجن سنتر هاي الانفيرجن سنتر شايفينا هاي الانفيرجن سنتر النقطة للأنكاس في النص مهما لو ضمنا عليها ورجحناه بيعطينا نفس المركة ها شايفين هذا انفيرجن سنتر شايفين ها هذا الميثان اللي انتو تعرفوا تترهيده شايفين من تحت حرم نازلة تحتها ورابطة فوق شايفين ايش في عناصر ايه في C3 اعمل rotation في C3 اخر ايه راح يلفظولاك الثلاث مع بعض في C3 اخر اي منهم ما حيرها راح يعمل وماتش في C3 كمان اا اخذي ايش اللي انتو تعرفوا هي C3 طيب شفت يا جماعة تحتم كلهم وهذا ما حير رابطة هذا ما حير رابطة وهذا ما حير رابطة وهذا ما الرابطة الرابعة تمام؟ اذا في عندي اربع روابط اذا عندي C3 اربعة وفي اكسه C3 minus 1 minus الى اخره يعني هذا نفسه واحد تلاقي على نفس المكان واحد بس اللهم انه التدوير يكون الاكس التدوير يكون اكس اقار بالسعة طيب خلصنا منهم هذول خليلي اشوف C2 وين في C2 عندي ثلاثة C2 الميثان معقد شوي C2 هون طلاع كيف طلاع بين الروابط يعني هاي راح تيجي هون وهاي راح تيجي هون طلاع بين الروابط طلاع ركزه منيح في C2 بل تدوير فيها مثلا يعني انت ما تحطش عيخة كل ملكون انت ما راح تركز ركز على هاي هاي وانت راح تروح راح تروح هون وهاي ورح تروح تروح هناك وبالتالي ركزه واحد هيك وهي راح تحناك هاي 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 تنتظر هاي هاي من وراء جته هاي أجته هاي اجته السمتين اللي فوع ومع بعض بلسمتين تحت ركزه لك описании كمان عندي سيتو هاي من الناحية الأخرى وكمان عندي سيتو يعني راكس أنا أحبت حطهم ثلاث مرة عشان تشوفوا أنه في عندي ثلاثة طيب إذن السيتو موجود في المدكيون عندي سي ثري خلصنا نهو عندي سيتو أس فور وهي اللي أنا بديها أس فور لحظة إحنا قلنا قبل شوية أس أن هبارة عن سي أن وهمهم ما شفناش سيتو شفنا سيتو بس بالفراغ يعني ما لا يمشي مع الرواب لاحظة مرة ثانية هاي الأس سيتو ما مشى مع الرواب فقط عدلة مركزية ونصب الرواب فهذا احتمال كبير أنه يكون لأس طيب لكن لكن كونه الزوايا مختلفة ما طلعش معي أس فور ودك تركز بأس فور وين هي أس فور أس فور ماشي أكيد مع سيتو لكن خلينا شوف الأولى هيك الأولى لاحظة هاي أس فور كيف أس فور ماشي مع سيتو ركز سيتو إيش ساوي سيتو هذا السيتو هاي لف هاي كاملة لحدهم الأس فور عبارة عن سي فور يتبع ريفليكشن سي فور يعني بدي ألفه مش زاوية 180 درجة لا بدي ألفه زاوية 90 لهون بعمل ريفليكشن يعني عمل ريفليكشن لاحظة يمشي لهون ويعكس يعني كي نقول لك مشى لنص اللفة نص السيتو اللي هي 180 درجة نص تسعين شونيك سماها اس فور ما سماها طيب ليش ما عمل سيتو كاملة لأنه لو بدي أعمل سيتو كاملة هاي رح تيجي هون بعدين ريفليكشن هاي رح تيجي بالفراب يعني هاي اللي ما عكسها رح تيجي هون بالفراب أصبحت مختلفة عن أصل لكن هو بلف هون 90 درجة لحدهم بعدين يعكسها يلاقي هاي الذرة ركزه كم المرة هاتلف لهون بعدين عكسها لقى إنه نجي بعدين هاي الذرة بالتالي الهدف إنه أنا لما أعمل الوبراشن أحصل على مركب جديد لا يختلف عن الأصل لو أنا عملت سي لو بدي أعمل ستو يعني أنا بدي ألف هاي لهون وبعدين أعكسها رح تيجي بالفراب وهذا غير صحيح إذن عندك سفور هاي بهذا الشكل مرة ثانية لفت سين درجة بعدين أعكسها سفور أخرى هاي شيل هاي سفور أخرى هاي كله الماشية مع سيتول اللي أحدد لهم نجيب له شوي لف الموليكيول ها بعدين أعكس ركزته يعني هاي لفها لهون بعدين أعكسها لهون تابعوا واحدة عشان تفهموها هاي هاي لفها لهون بعدين أعكسها أعطني مركب ليختلف عن الأصل كمان الثالثة رح تكون بهذا الشكل ركزها يعني هاي رح يلف لهم بعدين أعكسها هاي لفتوا هاي لفنهم بعدين أعكسها أعكس هم شيء هم شيء في السيمتري هم شيء في الشابتر هذا حتى أنه مرات يأخذوا به فيرست طبعا إذا انتعرفت تتحدد هذول السيمتري إلي من صح معناته بتعرف تحدد بوينت جروب صح معناته شغلك رح يطلع ما تبقى كله صح رح ندخل على الموليكيولر أوربيتر زي ما أخذناها الهايدروجين والنيتروجين والسي أو والن أو وماي ذكرون رح نبني عليهم موليكيولز زي هاي الموليكيولز فهي تعتمد كلها على السيمتري فالموليكيولر أوربيتر ديانجرام له رموز مشتقاتها من من البوينت جروب البوينت جروب معتمدة على مين على السيمتري إلي من فإذا ما حدد السيمتري إلي من صح مش هتعرف تحدد البوينت جروب صح وبالتالي مش هتلاش ولا صح طيب إذن الآن ننهي المحاضرة